أمسة التي تبتني عليها مدرسة أهل البيت هذه بناها شيخ المفيد قبل شيخ المفيد غير منقح وهي أنه الإمام لا بد أن يكون منصوصا الإمام لا بد أن يكون معصوما الإمام لا بد أن يكون عدده 12 الإمام الثاني عشر لا بد أن يكون ماذا؟ حيا هذه الأصول التي بناها بناها الشيخ المفيد ملانف في كتبه وقبل ذلك ومنه صارت أصول المذهب ومن ينكرها مو فقط يخرج عن المذهب في المتقدمين يخرج عن الدين كافر هسمنوا بناها انت لم تسمعها من الامام الصادق انا لو كنت في خدمة الامام الصادق لو كنت في خدمة رسول الله ويقول الاعتقاد بامامتنا اصل الدين فمن انكرنا فهو الى النار من يعتقد بعصمته يقبل تات القضية اليس كذلك ولكن انت ممن تسمعها تسمع من الشيخ المفيد الذي هو في القرن الخامس اواخر الرابع يعني بين وبين النبي بين النبي اربعة قرون واتخذت واصلا مسلما يعني الان اقولها بشكل واضح وصريح لكل من يتابع هذه الابحاث ان هذه الاصول التي توجد الان ويبنى عليها تبنى عليها مدرسة اهل البيت هي التي بناها الشيخ المفيد فهذه هي القراءة المفيدية لمدرسة اهل البيت تهت القضية هذا بالمناسبة عامعة كل المسلمين جزاك الله خيرا يعني انت عندما ت وهكذا انت عندما ترجع الى المعتزلة عندما ترجع الى الاشاعر الان ثمانين بالمئة تسعين بالمئة من العالم الاسلامي هم من ماذا من الاشاعر يعني الاتجاه العام الحاكم في العالم هو الاتجاه الاشعري 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 ابو الحسن الاشعري فقنا الثالث مولان انتهت القضية واصل وانتهته حتى في المذاهب الفقه انت تجد بانه اربعة مذاهب فقهية المذاهب الرسمية وما بعد ذلك يقولون اغلق باب الاجتهاد حتى لو فتح باب الاجتهاد فتح باب الاجتهاد في الأصول التي بناها هؤلاء الأعلام الأربع أما أما ما تجاوزهم أبدا لا يحقق حتى بالحديث